فعالية أخرى تعتزم الحركة الإسلامية تنفيذها في الثامن عشر من الشهر الجاري قبيل موعد الاقتراع للبرلمان السابع عشر هذه الفعالية وما يسبقها من تصريحات وضخ إعلامي تعيد إلى الأذهان مسيرة إنقاذ الوطن التي نفذها الإسلاميون العام الماضي واعتبرت الأكبر من نوعها لكن المنظمين صرحوا هذه المرة بأنها ستكون أطول ولن تنتهي بساعة أو ساعتين كسابقتها دون تحديد أي ملامح أخرى لها نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بن رشيد كان قد علق على هذه الفعالية في لقاء على شاشة رؤية مشيرا إلى أنها ستكون حراكا مختلفا لأن جميع القوى متوافقون على فعالياتها رافضا الدخول في لغة الأرقام قائلا إن الرقم المطلوب سنأتي به بن رشيد لم يدخل في لغة الأرقام لكنه استخدم لغة التحدي في حديثه فالمطالب السياسية ومن ضمنها قانون الانتخاب وتعدير الدستور لم تفارق لسان حال الحركة الإسلامية المقاطعة للانتخابات النيابية ولم تغب عن شعارات فعالياتها رغم ما استجد من رفع الدعم وغلاء الأسعار الشرعية الشعبية اسم مناسب للفعالية المرتقبة تحت مظلة الحركة الإسلامية فهي تأتي في ذروة انشغال الدولة بانتخابات نيابية قد تؤدي في حال فشلها إلى أزمة سياسية لا يمكن التنبؤ بمآلها وبها من الصراحة ما يوحي بتجديد عقد الخلاف السياسي بين إخواني والحكومة وعودة إلى حلبة فرد العضلات وتأكيدا على ما سبق وأثبته الإسلاميون بالقدرة على التنظيم والتحشيد والأهم توجيه الرسالة المتجددة بأن لا شرعية للانتخابات ولمجلس النواب الجديد وهذا ما دأبت الحركة على إثباته طوال عام مضى في خضم انتخابات مصيرية يحرص النظام السياسي في البلاد على إنجاحها هل ستعيد الحركة الإسلامية رموز المعادلة الثنائية إلى الصفحة الأولى وسط مجاهيل ردود الفعل واستعصاء الحل؟ أم أنها ستكتفي فقط بفرد العضلات؟